اهلا وسهلا بكم جميعا خلينا اليوم ان شاء الله نحكي في موضوع ليش الشهادة الجامعية فقرت اهميتها وليش صارت مش اولوية لعدد كبير من الخرجين عالميا زمان قبل الثورة الصناعية وثورة التقنية كان كل اللي عليك تعمله انك تسجل في تخصص معين تحصل على شهادة بعدها تقدم للوظائف الكثيرة المتوفرة والمنافذ شبه مع دومك وعند الخرجين كان قليل والفرص العمل كانت كثيرة فتقريبا جميع المتقدمين الوظائف كانوا بيحصلوا عليها وبتم توظيفهم مباشرة حتى في ناس كانت تشتغل احيانا على شهادة المدرسة الا انه مع تقدم العلم ومع ازدياد عدد السكان عن كرة الارضية صار في عنا وظائف قليلة واعداد خرجين من كل تخصص كبيرة جدا طيب الان شو اللي اختلف يعني ليش انت كخريج معك شهادة و قاعد في البيت يعني مش شغال وشهادتك مش موفرة لك حياة كريمة الموضوع بسيط المعادلة بسيطة جدا عدد الوظائف قليل جدا عدد الخرجين من نفس تخصصك كتير جدا فبالتالي فرصتك في انك تتوظف صارت قليلة والمنافس صارت عالية كتير كتير فانت اذا ما كان عندك ميزة ميزة غير الشهادة صعب جدا تحصل على وظيفة فخليها نحكي شو هي الامور اللي انت غلطت فيها وادت لانه حصولك على شهادة ما يوفر لك وظيفة و كيف ممكن انت الامور هالت تداركها بحيث انك تحسن من مستقبلك او تحصل على وظيفة اول شغلة بدك تغير قناعة انه انا الهدف من الجامعة فقط اني احصل على الشهادة حاليا انت ممكن اثناء حصولك على الشهادة في الجامعة تحصل على خبرة في مجال تخصصك وتتدرب في اي مكان تاني او تاخد دورات اونلاين او تاخد دورات في مراكز فبالتالي الموضوع الاول موضوع الخبرة العملية في مجال التخصص كل ما زاد عدد سنين الخبرة كل مكان فرصتك اكبر في التوظيف حتى وان كان تدريب غير مدفوعيا لو طردت تدفع المواصلات منك مش هيكون مشكلة كبيرة لانه انت في النهاية رح تستفيد بشهادة خبرة من المكان رح يكون عندك خبرة عملية في امور الحلاقة بمجال اختصاصك النقطة التانية اللي هي وجودك في جامعة فقط بهدف الدراسة الجامعة مش فقط للدراسة الجامعة تعتبر مدرسة حياتية فانت لازم خلال فترة توجدك في الجامعة تستفيد من كل الاشخاص الممكن تستفيد منهم سواء من ناحية علمية او عملية دكاترة او طلاب في انك تحصل شغلة تانية بدك تحاول تختار تخصص لو لسه ما دخلت جامعة او لو دخلت جامعة في امكانية تغير تخصصك لو انت في سنة اولى او تانية تختار تخصص ممكن تشتغل من خلاله اونلاين يعني زي مثلا لغة انجليزية انجليزي فرنسي اي تي اي تخصص هندسي او حتى اي تخصص في مجال التدريس لانه صار في امكانية انك تعطي دورات اونلاين او تدرس الناس عن بعد مع العمل على لغة تكنية انجليزية انا برجع بأكد عن موضوع لغة انجليزية لانه هو مفتاح ممكن من خلاله انت تتغير حياتك كلها فبدك تحاول بقدر امكان تختار تخصص مطلوب مش محليا يكون مطلوب دوليا ممكن تشتغل من خلاله اونلاين طبعا هتتفاجأ ان معظم التخصصات ممكن تشتغل فيها اونلاين بس انت بتكون ما بحث كتير موضوع لغة انجليزية يعتبر ميزة رقم واحد لمعظم المشاغلين في جميع الشركات طيب الان افترض من لغتك الانجليزية ضيفة انا عملت شرحات كيف تحصل لغتك الانجليزية لو انت مش تبع شرحات اونلاين ممكن تروح على اي مركز بدرب على اللغة الانجليزية في مدينتك او في بلدك وتحصل من لغتك الانجليزية وتبدأ تاخد دورات اونلاين في مجال تخصصك او تبدأ تاخد دورات في المراكز الدورات زي التدريب او زي الخبرة العملية مهمة جدا في حصول على الوظائف سواء محليا او دوليا كل ما زاد على السنين خبرتك كل ما زاد على الدورات كل ما زادت قوتك في اللغة الانجليزية وكل ما كان معدلك عالي يعني جيد جدا فأعلى ستزيد فرصك في التوظيف لكن بشدد على موضوع الخبرة العملية فبالتالي الجامعة الشهادة الجامعية مش كافية انه انت تتوظف هاي القناعة اصبحت قناعة خاطئة ولازم نتغيرها لانه الموضوع في النهاية صار موضوع نسبي فالنقطة اللي بدأ نوهلها انه مش لازم تحمل الكون جميلة انك حصلت على شهادة جامعية انت غالبا يوم ما تخرجت تخرج معك في دفعتك 40 او 100 شخص نفسه خصوصك في ناس معدلتها اعلى في ناس معدلتها اوطى فشو اللي بده يخلي اي مشغل او اي شخص بده موظف ياخدك انت ما ياخدش اللي اعلى منك او ياخدك انت ما ياخدش اللي عنده خبرة اكتر او اللي متدرب في اماكن اكتر او اللي له واسطة مثلا الواسطة موجودة فانت اذا ما اليك واسطة بدك تحاول تشغل على سنين الخبرة تتدرب في اماكن تاخد دورات في مجال تخصصك تطور من لغتك الانجليزية وتحاول تشوف عمل اونلاين اليك في مجال اختصاصة طبعا الانلاين موضوع واسع جدا وراح نحكي فيه في شرح تاني بس النقطة اللي حاب نوهلها الان انه مش معنى انك معاك شهادة انك رح تتوظف هذه قناعة لازم تبطلها لازم تكون قد حالك عشان تشتغل طبعا بأكد عن موضوع انه كل اشي ارزاق يعني اذا انت مكتوب لك الرزق الرزق راح تاخد لو كل مكان بس لازم تشتغل على حالك يعني ما تطلعش تحت رجليك فقط طلع للامام شوف هل انت في هاي المرحلة في عندك امور تاني غير الشهادة بتاهلك للحصول على وظيفة اسأل حالك سؤال شو اللي بميزني عن غيري من نفس التخصص من الخرجين اللي حيخلي لو صاحب شركة شاف اثناء يختارني انا ما يختاروه شو لباطتي في الحديث البادي لانجوج لغة الجسد تبعتي ثقتي بنفسي اثناء الحكي مظهري شهاداتي خبرتي الدورات لغة الانجليزية القوية جدا او شو بالضبط طبعا لو لانت الاجابة ما في شي معناها انت في مشكلة حقيقية ولازم تعمل على حلها اشتركوا في القناة